الرفض كان مصير مقترح الرئيس دونالد ترامب بتأجيل موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية لم تكن حججه أو مبرراته مقنعة بالنسبة لخصومه وبعض أصدقائه حتى ترامب الذي سيواجه صنديق الاقتراع في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني المقبل دعا إلى التأجيل خوفا من التزوير وعدم دقة النتائج تحت وطأة وباء كورونا لكن جمهوريين ومعارضين ديمقراطيين رفضوا الدعوة مؤكدين أن لا سلطة لترامب على التأجيل دون مؤفقة مجلسي النواب والشيوخ العضوة في مفوضية الانتخابات الفيدرالية إيلين وينتروب ردت على ترامب بالرفض على صفحتها في تويتر ووجهت كلامها إلى الرئيس بأن لا صلاحيات تمكنه من ذلك سيد الرئيس ليست لديك صلاحية تغيير مواد الانتخابات ولا ينبغي فعل ذلك تطلب الولايات والمناطق منك ومن الكونغرس تمويلا لإجراء انتخابات آمنة وموثوق بها فلماذا لا تعمل على ذلك؟ أصوات أخرى رافض كثير قابلت دعوة الرئيس وهو ما دفعه إلى التراجع عنها والقول إن حديثه كان مجرد تساؤل جس النبض الذي لجأ إليه الرئيس عبر تغريدة على تويتر انقلب عليها زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال إنه لم يحدث في تاريخ أمريكا تأجيل انتخابات رئاسية رغم الكساد والحروب الأهلية وسنحرص على أن يحدث ذلك وحتى السيناتور لينزي جرهام حليف الرئيس عارض التأجيل واعتبره فكرة غير جيدة ليبقى الحال على ما هو عليه والموعد كما كان مقررا سلفا أما الخيارات المتاحة أمام الناخبين فنصف الولايات الأمريكية تسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد إن تعذر حضورهم إلى صنديق الاقتراع لأي سبب كان ترجمة نانسي قنقر